بسم الله الرحمن الرحيم مخرج التعلم النهاردة عشان ما نضيعش وقت زي ما خدنا في الحلقة اللي فاتت عرفنا كم كبير اوي من المعلومات عن السلالم ومخرجات التعلم اللي هننفزها والنهاردة اول مخرج هننفزه مع بعض اسمه سلم نقالي مفرد وتكلمنا باستفادة كاملة وقلنا ان لازم يتناسب ارتفاع السلم مع المحل او المكان اللي انت هتستخدمه فيه افكركم بنقطة صغيرة كده لما قلنا مثلا لو والدتك او اختك حبت ان هي تجيب قطعة اي ادوات منزلية مثلا من القطعة التانية اللي في المطبخ بتحتاج ان هي تطلع على سلم فبالتالي محتاجة سلم يتناسب مع ارتفاع المطبخ برافو لغاية السقف كده تقريبا لا ده هو أقل من كده بحيث ان اللي هيطلع على السلم لسه له بقيت طوله هيخبط في دماغه في الحيطة ولا في السقف لا مش هينف يبقى لازم يتناسب ارتفاع السلم مع المكان اللي انت هتحط فيه السلم وقلنا ان السلم النقالي جميل جدا في حركته وسهل جدا في حركته وخفيف جدا في شيله وحطه تمام يبقى احنا عملنا السلم النقالي عشان مش هنقدر نصب بسلم داخل المكان المطبخ مثلا او الصالة او المحل التجاري لما الراجل بيروح يجيب البضاعة مثلا ينزل حاجات من فوق فبالتالي مش هيقدر يصب عشان ما يشغلش اكبر حيز من المكان طيب هو السلم النقالي ده بيتعلق بالارتفاع بس اه وبيتعلق ايمان بالمكان وبيتعلق ايمان بالاستعمال يعني كم تعلق وكام هدف وكام غرض من السلم النقالي اه ما احنا قلنا الراجل بتاع الفراشة اللي بينصب الخيمة بتاعت فرحك مثلا هيعمل لك ايه بتلاقي يقعد يلف بالسلم هو فوق ينصب الفراشة ويلفه بالسلم هو فوقه مش كل شوية ينزل ويطلع كل شوية ينزل ويطلع لا بيقعد يلف بحركة كده هنعملها دلوقتي بالسلم ونشوفها اه على الطبيعة طيب هو السلم النقالي ده بيتعمل ارتجالي ما احنا قلنا قلنا الاول كان بيعملوا السلم جاب مثلا اه حتة واسمها شقها اتنين وجاب حتة تانية وعمل منها درج وصمرهم وبقى اسمه سلم لاتش عشان يطلع بيه يجيب حاجة من على من على السطوح من على اه اه اعلى الدور من كده يعني طب بعد كده هزى بالشكل العام للسلم النقالي وعملوا تعاشيء النقر واللسان وكده اجمل وامتن واقمن خلي بالك اجمل وامتن واقمن اقمن ازاي ما هو السلم اللاتش اللي كان متصمر الدرجة كان متصمرها بمصمرين المصمار من كتر الطلوع والنزول وطبعا الاوزان اللي بتطلع على السلم بتخل من حركة تسبيت الدرجة اللي على الايمين تمام فبالتالي بيبدأ المصمار يهوي او ممكن عوامل التعرية تسبب صدى المسامير فبالتالي يقطم او ممكن بيسيب السلم ده خصوصا في الفلاحين مثلا عندنا بيسيب السلم طول النهار وطول الليل في الشتاء في الشمس في الحر في الرطوبة في الشبورة فعوامل التعرية دي بتأثر على المصمار تصديه فيقوم المصمار من الصداية ااكل يجي يطلع الوزن مثلا ستين سبعين تمانين تسعين الاوزان انت كم كيلو تقريبا اقدر نفسك فاطلع كده على السلم من كتر الطلوع والنزول فبتبدأ الحركة تخلي بالدرجة ممكن لقدر الله يعمل ايه يوقع وحنا بنقول لازم يكون ايه امتن و اأمن عشان كده صحتك تهم منه وصحت الناس كلها بحيث ان انت لما تصنع سلم يكون متين وسليم و اامن ليه اللي هيطلع عليه طيب هو فيه قانون بيحكمني في تنفيذ السلم النقالي قال لي اه طبعا طبعا انا هعمل سلم من المطبخ سلم نقالي مفرد تمام هسنده على الحيطة و اطلع عليها جيب الحاجة اللي انا عايزها ماشي او في المحل التجاري هعمله و هسنده على الرف كده و اطلع جيب الحاجة ماشي سلم نقالي خفيف كده بنقله بالحركة من هنا والهين و اعينه في مكان كمان او اشونه في مكان بحيث ان هو ما يعقشي حركة المرور والخروج و وضع البضاعة او وضع الاجهزة اللي في المطبخ سواء تلاجع او بتجهز او اي حاجة طيب القانون اللي هيحكمني هنا في الحالة دي ايه قال لقانون الارتفاع هو اللي بيحدد لي بعد الجلسة من تحت و بعد الجلسة من فوق او اتساع الجلسة من تحت و اتساع الجلسة من فوق لو جينا نبص مع بعض هنشوف كده نقول قانون السلم النقالي عشان برضو يبقى كل حاجة ماشية بقانون قانون السلم النقالي يا ولاد بيبقى شغال انت لو السلم ارتفاعه مترين يبقى الاعداء التحتانية خمس الارتفاع يبقى كام متين على خمسة فهل كام برافو فهل اربعين وضيف عليهم امان بقى حتة امان هي ضيف عليهم كمان عرض ايم عرض ايم اللي هو ايه احنا قلنا قطاع السلم هنعمله من سبعة ونص في ثلاثة وتمانية من عشر يعني السوم كنص العرض السوم كنص العرض طبعا السبعة ونص هتتصفه هتبقى سبعة واثنين من عشر او سبعة سنطي التلاتة وتمانية من عشر هتتصفه هتبقى تلاتة ونص او تلاتة واربعة من عشر يبقى لو زودنا سبعة سنطي تقريبا على الاربعين بقى كام برافو بقى سبعة واربعين قال لي بقى اتسال الجلسة الفؤانية او الاعداء الفؤانية نص السفلة وانا عند السفلة كتاربعين زائد سبعة طب التانية هتبقى نص الاربعين كام عشرين ووضيف عليهم كمان ايه سبعة قال لي ليه لما جينا نعمل السلم على الطبيعة وعملنا اربعين وعشرين طلعت دايقة جدا من فوق فبالتالي ممكن تضحرج او تنقل من مكانها او ما تثبتش على المكان اللي انت طالع فيه فممكن ينزلق السلم يتسبب فيه كوارث او اصابات فانا عايز اقمن وضع السلم فلازم اضيف الحتة دي يبقى هيبقى من تحت كام لو هوا مترين هيبقى اربعين احنا قلنا اخوة اربعين على الخمسة فيها الاربعين سنتي وضيف لهم عرض اه درجة او عرض قايم هيبقى ايه اللي هو السبعة سنتي يبقى سبعة واربعين فوق اه قال لك نص الجلسة التحتانية العليا تبقى نص السفلة وضيف عليهم كمان يبقى دي عشرين وضيف عليهم كمان عرض قايم يبقى سبعة وعشرين سنتي لو بصنا كده على بعض واستعرضنا هنلاقي القانون السلم انه قالي وطبعا الارتفاعات متحددة وهنقول كل حاجة باستفادة بس قبل ما نبدأ لازم تجهز نفسك لدخول الورشة طبعا ان انت تكون لابس السيفتي ولابس الافرول ولابس الخوزة ولابس النقدرة الواقية ولابس القفاز ولابس كل حاجة تأمنك من الاصابات او من اطلاقات او الغراءات اللي ممكن تلزق فيه هدومك تبوز هدومك اللي انت بتسافر فيها وبتروح فيها المدرسة بعد كده هنبدأ نحدد المقاسات بتاعتنا المطلوبة حسب الرسم المطلوب السلم المطلوب كام؟ قال لي مترين هحدد بناءنا على الرسم اللي انا هرسمه هحدد فيه اربع درجات تقريبا واقول ليه حددنا اربع درجات مش تلات وليه حددنا اربعة مش خمسة كل الحاجات ديات كل المعايير ديات لازم تاخد بها وانت بتنفذ السلم انه قالي عشان لما تيجي تنفذ سلم اكبر من مترين يبقى فيه هتستخدم نفس المعايير بس مع اختلافات بسيطة في بعض الاحيان قال لي اولا انا بجهز الخمات جهز الخمات بتاعتك الاواي مدرجة هيكون من خشب سويد نمرة واحد ليه؟ لازم يكون من نمرة واحد ما تجيبش بقى يعني يكون نمرة واحد يعني يكون خالي من العقد والبزوز والتخوخ والتسوس وكل عيوب الاخشاب اللي موجودة خصوصا بقولك لازم تجيبه نمرة واحد السلم هيشيلك وانت عشان تطلع في امان وتنزل في امان او هيشيل اوزان كمان ممكن يكون حد اتقل منك مثلا فلازم تكون مأمنه بدرجة كافية تمام؟ تمام ويبقى هنعمل من قطاع كام؟ سبعة ونص زي ما قلنا سبعة ونص اللي هو كام؟ برافو تلاتة بوصة لان البوصة كام؟ اتنين سنطة ونص يبقى اتنين سنطة ونص واثنين سنطة ونص واثنين سنطة ونص يبقى سبعة سنطة ونص انما عندنا السمك بتاع الاوام الدرجة هيبقى تلاتة وتمانية من عشرة ما عملناهش خمسة عشان ما يبقاش تقيل عشان ما يبقاش يكترلي في كمية الخشب برضو يبقى حاجة خيره الامور الوسط متكون من ايمين واربع سلمات او اربع درجات وقلنا ان السلم ان قال مهمته مهمته تسهيل الصعود والهبوط لمكان ما بحيث ان انت تقدر تجيب حاجتك او تطلع في مكان معين بحسب ارتفاع السلم طب لو شفنا مثلا المؤيسة التفصيلية هنقول ان اوايم السلم في العدد اتنين مراجعة خفيفة كده بس انت عندك السلم متكون من ايمين بس خلاص وقلنا الطول بتاعنا هيبقى مترين فانت بتزود خمسة سنط احنا المفروض من التفقين ان كل حاجة فانقر بتزود خمسة وخمسة لكن في السلم انت كده كده بعد النقر عنك بعد النقر عن اخر او طرف الاوايم بعيد جدا فانت عندك ضفر كافي فمش شرط الضفر ده انما الخمسة سنط هسيبهم استعدال ربما تكون القطعية وانت بتقطع على المنشار ميلت ايدك شوية هنا من هنا بحيث ان انت تعدل القطعية بتاعتك تكون زاوية قيمة يبقى ان تسيب خمسة سنط اثنين ونص واثنين ونص اثنين ونص من ناحية دي واثنين ونص من ناحية دي او اثنين ونص من اسفل واثنين ونص من قاعد العرض زي ما اتفقنا قلنا سبعة ونص والتخانة او السمك اللي هو تلاتة وتمانية من عشرة اللي بنقول عليها بوصة برافو بوصة ونص بوصة ونص انما لو هي اثنين بوصة هتبقى كام خمسة سنط طب لو هي بوصة وربح هتبقى كام تلاتة واثنين من عشرة سنط يعني تلاتة سنط او اثنين وثلاثين ملي كلها اثنين وثلاثين ملي يتقول تلاتة سنط واثنين ملي يتقول تلاتة سنط او انا نقول بوصة بوصة وربح تمام يبقى احنا عملنا النهاردة سمك الاوايم وسمك الروس او السلالم هتبقى معمولة من ايه من قطاع برافو تلاتة بوصة في بوصة ونص هتلاقي السمك نص العرض هنقول كل معايير الاداء عشان نعرف احنا بنشتغل في ايه طيب لو بصنا تاني هنلاقي معايير الاداء اللي بتقول لي ايه بتقول لي اتبع اجراءات الامن والسلامة المانية حسب اللوايح المتبع زي ما قلنا البس الافرول والكلام ده كل تمام وامن نفسك وجهز خامتك وعدتك هنستخدم العدد اليدوية والالات انا ممكن استخدم الات طبعا انت بتنفذ تمرين نافع ولا بتنفذ نموذج بنافذ تمرين نافع يبقى هاتطر ان انا استخدم مش هاتطر ده انا لازم استخدم الات ليه عشان تنجز في الاداء وتحسن جودة العمل يبقى هاتستخدم عدد والات هجاهز عدد ايه هجاهز الزاوية والمتر والالم الرصاص برافو والشنكار دول في عملية الكتابة والعلاة طب بعد كده هجاهز ايه اللي هتجاهز المنقار والدقماء الخشبي عشان عملية النقر طيب المنقار هيبقى عرض كام هيبقى حسب الشغل هتعمل نافع هننقر بمنقار 14 هتعمل نموذج هننقر بمنقار 6 او 8 ميلي عشان سمك او العرض اللي احنا شغالين فيه ما يبقاش كبير بالنسبة لي تمام طيب بعد كده هجاهز الخامات اللازمة للتمرين التمرين محتاج ايه محتاج ايمين بس طولهم كام طول كل ايم كام 205 برافو الخامسة دي هت ايه اللي هي الضفر اللي هيزيد على طول الاوايم عشان التقصيب او الاستعداد طب بعد كده هعمل ايه هجاهز الدرج وهعمله قطعة واحدة مش هعمل اربع درجات والمفروض انه جاهز اربع درجات واقول مثلا الاربع في اه اربعين او سبع اربعين مثلا على اساس ان هو يجيب ليه التساع السلم بالزبط من عند الدرجة من عند النار لكن انا هسيب هسيب الدرج كله زي الايم حتة واحدة وبعد كده هفصل على ابوه او اخد العلام على ابوه هنتكلم على ابو دي يعني ايه برضو ايه اثناء التنفيذ بعد كده هنعمل ايه طبعا احنا هنصفي و هنمسح ونصفي نمسح الخشب ووش وحارف براف وبعد كده نصفي الوش والحارف التانيين بحيث ان نسبة المسح والتصفية اللي احنا اتكلمنا عليها سواء استخدمت فارط اللقط وفارط التشريب او استخدمت فارط او استخدمت فارط ال او استخدمت مكنة الربو ومكنة التخانة يبقى لازم لازم نسبة المسح والتصفية اه ما تزيدش عن نص سنت يعني السبعة ونص اه برافو يبقى ما تقلش عن سبعة ممكن تبقى سبعة وميلي سبعة واثنين ميلي تمام انما ما تقلش عن سبعة ما تقلش ستة سنت وتسعة ميلي يبقى انت غلطان وانت كده كلت في الخشب طبعا كل ما تبقي تخانة او عرض في الخشب كل ما يدي لك متانة انت كده كده دفع فلوس واللي هيطلع هيطلع نشارة هتستفيد ايه من نشارة مش هتعمل بها حاجة اه اتبعها بس انا عايز الشغلة تبقى متينة وسلمة عشان العوامل الامن والسلامة والصحة المهنية لان اللي هيطلع السلم في حالة الصعود او الهبوط ارواح فانت ما تتسببش في ازاء شخص يبقى تصنيعك لازم يكون مطابق للمواصفات زي ما اتفعل مساحنا وصفينا الاخشب تمام بعد كده هنبدأ في عملية العلام او الكتابة او الكتابة او العلام زي ما تقولها اقولها الكتابة الاول او العلام الاول مش هتفرق هوا الشح هوا الشح اللي هي هشنكش الاول هشنكش خطوط كده متعرجة وبعد كده هحدد موضع الدرج بالنسبة للنقر وبالنسبة لللسان قلنا اللسان هناخده على ابوه وبعد كده هوشح العلام بتاع النقر عشان لما هنقر هنقر من ناحيتين لو انا هنقر يدوي او هنقر على المكان هيبقى لها طريقة تانية بنقول باختصار شديد على اساس ان انت تكون واعي وفاهم احنا هنعمل ايه بقولك عشان تبقى ملمة بكل المعلومات وكل المهارات لان بالمعارف والمهارة بتتحقق الجدار واحنا عايزينك تطلع جدير وانت فعلا طلعت جدير في مخرجات التعلم في الوحدات السابق يبقى احنا بدأنا ننفذ تمرين نفعة تنفع تنفعك وتنفع اسرتك وتنفع بلدك وتنفع كل الناس اللي حواليك هو حاجة هتفيدك يبقى انت بتنفع الناس به تمام طيب بعد ما عملنا عملية العلام والكتابة هقول احنا بنتكلم باختصار الاول هنجيب هنحضر عدة النقر اللي هي ايه منقار لو هننقر على المكان يبقى هنجهز مكنة المنقر الافقي ونركب بونطة اربعتاشر تمام طب لو هننقر يدوي وكان النقر نموذج يبقى هننقر بمنقار تمانية ميلي او منقار ستة ميلي عشان هو نموذج محدش هيطلع عليه بس احنا بننفذ العمليات الصناعية عشان لما يتحلك الفرصة ان انت تنفذ تمرين نافع او الطلب منك ان انت تنفذ تمرين نافع يبقى انت قد المهمة وقد المسئولين تمام بعد كده هتعلم الدرجة على ابوه وتقطع على المقاس المطلوب وبعد كده هتلسن بس خلي بالك احنا هنحتاج في الحالة دي برافو هنحتاج زاوية كوستيلا لان السل منازل بميل ما هو من فوق دي ومن تحت واسع يبقى اذا الخدش مش هيبقى عدل زي تعاشية الخدش اللي انت خدتها اللي هي تعاشية خدش نص على نص في الوسط مثلا مش هتعمل كده او تعاشية النقر واللسان اللي هي كانت في الوسط تمام انت عامل خدش عدل انت هتعمل النهاردة الخدش ميل وميل باتجاه معين وزاوية ميل محددة هننفذها بزاوية الكوستيلا تمام زاوية الكوستيلا اللي هي بتصنعلي عدة زاوية متحركة او متنوعة بحيث ان انت تقدر تعمل اي زاوية من عندي من درجة واحد لما الحاد 380 درجة تمام بعد كده ندخل في عملية التجميع المبدئي ونرقم كل الحاجات ده هننفذها الوقت عملي تمام هنرقم كل تعشيئ عملناها بحيث ان احنا نجاوز ونخاوي كل واحدة على ابوها ونسيبها مكان لما ننتهي خالص من التجميع المبدئي نبدأ نستعمل الحلية اوه نعمل بقى حلية اسمها حلية البسطوم اللي هي هتحليلي سوك الدرجة وسوك الاواين بتاعت السلم عشان بتبقى انها شكلها حلو وكمان ما تبقىش السوكة مكسورة بتبقى شكلها ملفوف وجميل بحيث ان هي لها طراز وشكل الجمالي بتاعها يبقى خلصنا الحلية جمعنا تاني حسب الترقيم سواء رقمته واحد واحد اتنين اتنين او اسامي يبقى نفس الاسم نفس الاسم على نفس التعشيقة زي ما انت حابب برحتك خارج عملت مسلس مسلس نجمة نجمة اي حاجة اي رمز طب بعد كده تعمل ايه قال لي يبقى تجمع تجهز بقى الاسفين من الشفف اللي انت شلتها منين من الدرج لما خدشت طلعت شفة مشان شرحت وسبت تقسم كل سن في النص طلعت من هنا شفة ومن هنا شفة اوعى ترمي الشفف دي هنستخدمها تاني ونعملها شكل المسلس كده اللي بيقولوا عليها اسفين اسفين خشب اسفين خشب وبعد كده ما فيش مانع ان احنا بعد من اسفن باستخدام الغيرة طبعا ممكن نربط السلم بحديدة من تحت اللي قولوا عليها مصمار الجويط كل سن حيث ان انا اربط صامولة من هنا وصامولة من هنا من تحت الدرجة تحت اعلى درجة اعلى درجة برضو اللي هي الفقانية خالص بحس ان السلم يكون متحزم كمان على اساس يديني اكبر قدر من عوامل الامن والامان عشان اللي هيطلع عليه ارواح تمام تمام بعد كده بنقوله طبعا قلنا هننقر الاوايم وهنحدد كل طب تعالوا بقى نشوف بقى مع بعض كده قانون السلم قانون السلم النقال اهو زي ما اتفقنا قلنا اذا كان الارتفاع اذا كان الارتفاع مترين او اقل تكون الاعداء السفلة برافو خمس خمس الارتفاع خمس الارتفاع زائد عرض برافو زائد عرض ايه ايم والفتحة العليا هتكون نص السفلة زائد عرض ايم يعني خمس الارتفاع كام متين على خمسة فالاربعين يبقى داربعين زائد عرض ايم يبقى سبعة واربعين طيب التانية نص العليا اهو نص السفلة العليا نص السفلة يبقى نص الاربعين كام برافو عشرين زائد سبعة يساوي سبعة وعشرين طيب لو الارتفاع زاد عن كده من مترين ونص التلاتة نفس اللي احنا قلناه بس خلي بالك هنا بقى قالك الاعداء السفلة ربع ربع الارتفاع هاي تغيرها تاي مش خمس مش واحد لخمسة يعني اللي هي خمس الارتفاع هنا هيبقى ايه لو الارتفاع تغير من مترين ونص التلاتة هتبقى ربع الارتفاع زائد عرض ايه برافو والفتحة العليا هتبقى نص السفلة زائد عرض ايه تمام كده طيب لو الارتفاع زاد عن كده خلي بالك احنا هنحتاج الكلام ده ان شاء الله في الحلقة الجاية في مخرج التعلم التاني اللي هنقوله اللي هو اسمه ايه سلم نقالي مجوز هنحتاج ان احنا نعمل سلم اكبر من كده شوية او اطول عشان نغير في المؤيسة ونغير في الارقام برضو عشان انت بقى انت عارف دي ودي فهنحتاج كل القوانين اللي احنا بنقول لو كان الارتفاع بقى اللي اتفقنا علي بقى من 3 ل 6 متر اللي هو زي بتاع ايه برافو زي بتاع الفراشة اللي يعمل مين اللي يعمل فرحك جدع تمام يبقى من 3 ل 6 متر هتكون الاعداد السفلة ايه خمس خلي بالك زي الاولان بتاع مترين اهو خمس اللي ارتفاع بس تزود عليه برضو ايه عرض قايم لان الارتفاع هنا كبير لو عمل طروب هيبقى كبير قوي فالخمس يقلل معاك الشوية هيلم السلم شوية معاك زايد عرض وهيدي لك عوام الامان برضو زايد عرض ايه قايم لواء السبعة صنط والفتحة العليا او الدرجة لواء الفتحة العليا من فوق هتدي لك ايه خمسين الارتفاع يبقى تقسم اللي هيطلع هيطلع تقسمه النص بالزبط خمسين الارتفاع يعني نص اللي هيبقى ايه نص الاعدة السفلة برضو ما خمسين هيت يعني نص الاعدة السفلة وهتزود عليها عرض ايه اتفقنا كده دي البنود اللي هنشتغل عليها تمام طيب جاهز بقى العدد اللي اتفقنا عليها اللي قولنا ايه المتر والزاوية القيمة والشنكار والزاوية الكستيل عشان هنعمل زاوية متعددة للدرج خلي بالك وهنجهز كمان سرق تمساح وسرق ظهر وسحقه عشان نطلع اللسان بتاع الدرجة تمام وفي الاخر هنعوز كمان فرض تشريب عشان ننعم ونصف ونزبط طب انت هتحتاج اه ممكن نحتاج ميزان مية اه ممكن نحتاج ميزان مية عشان نشوف وزنة السلم مزبوطة ولا لا وهنحتاج الازميل عشان يساعد المنقار في التنظيف بالنسبة لللسان او بالنسبة للنقار العملات الصناعية قلنا هنجهز الخشب اول مساحنة ويش وحرف على مكنة الربو بعد كده هنعمل عمليات ايه عمليات اللي هي عمليات دي عمليات التفصيل والتصفي بعد كده هنعمل عملية الكتابة والعلام باستخدام الزاوية القيم والزاوية الكستيلة والمتر والألم الرصاص والشنكار الشنكار ده هي اما يكون شنكار مفرد او شنكار مجوز وخلي بالك كلمة شنكار متدولة عندكم وانتو بتلعبوا كورة الشنكار ده غير اللي هو ده اهو دي اداة بتحدد الوجب بين الزاوية والسرقة اهو بيحدد اه بيحدد اه خط النقر او خط اللسان اللي انا هشرح عليه او اللي انا هنقر عليه كل حاجة واضحة بعد كده هنعمل اه التلسين هيبقى الشرح والخدش باستخدام حلية ايه ايه البسطه طب ننفذ بقى مع بعض كده ننفذ ونشوف السلم ادى المخرج النهائي ليه السلم اهوت لو بصنا كده مع بعض هنلاقي المخرج النهائي ليه السلم الخشبي نبص كده على السلم الخشبي وهننفذه ازاي قال له اهو السلم معي اهوت السلم معي اهو لو بصنا كده على ادى النقر بتاع الدرج واده اللسان بتاع الدرجة اللي تحت واده اللسان بتاع الدرجة اللي فوق كل درجة لها لسان اهو تمام اهو لو بصنا كده طيب احنا عملنا الميل ازاي واحنا اشتغلنا على الابعاد دي ازاي البعد ده هوت قلنا ان هو كام نص قلنا خمس الارتفاع هنا خمس الارتفاع اللي هو الارتفاع عندي كام برافو مترين مترين على الخمسة فيها الاربعين المسافة من هنا المسافة من هنا من الداخل للداخل كام اربعين وضف عليهم كمان ايه عرض قايم يبقى سبعة واربعين سنتي من تحت من فوق من فوق يبقى دي اتكام قال لي الفتحة اللي فوق دي اللي فوق ماليش دعا بالدرجة اهو انا بقس من اخر حرف الاوايم خلاص من عنده القورة بتاعته هوي بقول ده نص التساع الفتحة التحتنيه بالنسبة للاعدة السفلة كانت الاعدة السفلة كام اربعين يبقى دي كام عشرين واضف عليهم كام عوامل الامن عشان عشان السلم يثبت على المحل اللي انا بسنده عليه يبقى كام برافو يبقى سبعة اضيف عليهم عرض قايم يبقى سبعة وعشرين طيب توزيع المسافات واحد اتنين تلات اربعة خمسة اهو توزيع المسافات واحد اتنين تلات اربعة خمسة طب انا وزعت المسافات بنائنا على ايه بنائنا على معايير سبتة طب ليه هني ما عملتش تلات درجات او ليه هني ما عملتش درجتين بالله عليك لو انت جيت تطلع من هنا لهنا مش فيه اتساع لرجلك او مقدرة عندك ان انت تفتح برجلك او تطلع على السلم ممكن يعني ممكن تطلع من هنا لهنا طبعا لا وحتى لو انت شباب وطلعت غيرك مش هيقدر يطلع والدك او والدتك مش هيقدر تطلع عن مسافة دي كلها يبقى فيه معيار بيربطني في ارتفاع او في مسافة بين الدرجة والدرجة في المسافة بين الدرجة والدرجة والمسافة بين اول الارض اللي هيبقى وقفة عليها السلم والمسافة بين الدرجة والنهاية اللي كمان اللي رابطة فوق او سندة فوق على حاجة ان انت تطلع لها طب انافذ السلم ازاي؟ احنا قلنا هننفذه بتعشيء النقر واللسان بتعشيء النقر واللسان خلي بالك النقر هنا فين؟ في العرض النقر هنا في نصف العرض بالزبط كنا الاول في التعشيء السابقة كنا بنعمل النقر فين؟ في التخانة في السوم كهنة تمام إنما هنا في السلم هيبقى في العرب وكمان اللسان هيبقى زي اللسان العادي بالظبط بس هيدخل في مكانه في العرب يعني هنا مسافة بقية هيه ماشية معايا هيه وهنا برضو في الناحية التانية هيه ولو قلبنا السلم هنلاقي نفس المسافة برضو من الناحية طيب عشان أحكم المسافات دي مظبوطة ما يبقاش نحية كده عدلة والنحية التانية هي اللي ميلة بس حيث إن السلم يبقى وقف على أرن واحد يبقى يبقى مفتول أو عامل يبقى أنا مش عايزه كده يبقى لازم تكون زاوية الميل واحدة طب أزبط زاوية الميل واحدة ازاي بزبط بمسامير كده أدقها في البنك وتكون برزة بحيث إن أنا أزبط عليها المسافة الفتحة من هنا وهنا بحيث إن أنا أخد انطلاقة من هنا قد انطلاقة من هنا وزبط مصمار وزبط مصمار وحطهن ونفس الحكاية في الناحية التانية وأعمل عشان أعلم الدرج بتاعي طبعا لسه ما علمتش النقر يبقى أعلم النقر على الأوايم الأيمين هنشيل ده كده ونجيب مثلا الأيمين أنا تخيلنا دول هما الأيمين بتوعنا هم أحط الحرفين جنب بعض أو العرضين جنب بعض أهو هنقق أهو أبص كده على الحتة الخشب أناقل الوش النظيف والحرف النظيف يبقى ده إيه برافو ده عملية الشنكش شنكشنا الوش النظيف وبصينا على الحرف ده لأه يبقى الحرف ده يبقى ده الحرف النظيف وشنكش تاني برضو هنا في بيز هنا بينهو وهنا مش طيب يبقى شنكش الوش النظيف وبص هنا يبقى شنكش الحرف النظيف شنكشت وإيه حرفين وإيه وشين في قطعة الخشب بعد كده بحدد المعايير بتاعتي اللي هي مسافات الدرج أنا عندي كم مسافة؟ واحد اتنين تلاتة أربعة خمس خلي بالك الخمسة دول نطرحهم من كم؟ خمس مسافات المفروض أقسم المسافة اللي هي المترين على الكام؟ على الخمسة برافو فهل كام؟ فهل الاربعين السنة ده أنت لسه ما عابلتش حساب عرض كل درجة مرافو عليك يبقى عرض الدرجة كام؟ سبعة أنا عندي كم درجة؟ أربعة اللي أربعة في سبعة ب-28 يبقى اطرح الثمانية وعشرين الأول من الطول اللي هو المترين اطرح الثمانية وعشرين اللي هم عرض الضرط درجات اللي أربعة اللي هيتحطوا ات درجة اتنين ثلاث اربعة اللي هيتحطوا عرض دي سبعة وعرض دي سبعة وعرض دي سبعة وعرض دي سبعة اللي 4 في 7 بـ 28 الـ 28 دول هاترحهم من الارتفاع بتاع السلم المطلوب اللي هو كام؟ مترين يبقى مترين ناقص 28 يديني كام؟ مرافو يديني 172 172 أقسمه معا كام؟ جميل جدا اقسمه مع الخمسة يطلع لرقم هو الرقم اللي هيبقى مسافة محورية بين كل درجة ودرجة او مسافة من الارض للدرجة الاولى وبعد كده عرض الدرجة والمسافة نفس المسافة اللي اخدناها اللي هي طلعت الاسمة طب نقسم مع بعض كده لو قلنا 172 على 5 نقسم كده قادة 17 على الخمسة فيها التلاتة يتبقى مننا ايه؟ برافو اتنين وعندك هنا 22 على الخمسة فيها كام؟ برافو فيها الاربعة يبقى 34 سنطي ويتبقى 2 سنطي على الخمسة فيها الكام فال4 ملي يبقى 32 سنطي 32 سنطي واربعة ملي بين مسافة محورية بين كل درجة ودرجة يبقى المسافة من هنا للأرض اللي هنا هتبقى كام؟ 32 بعد كده عرض الدرج اللي احنا بنقول اهو عشان نبقى واضحين بعد كده 32 بعد كده عرض ايه الدرجة بعد كده 32 بعد كده عرض الدرجة التالتة بعد كده 32 بعد كده عرض الدرجة الرابعة بعد كده 32 اللي هو نهاية ارتفاع السل اساسيات واضحة لازم تاخد بها اوعى تنسى وتقسم على طول لو اسمت المترين على خمس مسافات هيدي لك الاربعين طب وعرض الدرجة يروح في اندى 28 سنط يبقى بالتالي لو انت خدت 40 وخدت درجة وخدت 40 وخدت درجة وخدت 40 وخدت درجة هتفرق معاك في الاخرانية مش هتلاقي لها مكان خالص وهتوسع المسافات واحنا قلنا لازم المسافات تكون متقربة بحيث ان انت تطلع بسرعة على السلم او تنزل بسرعة على السلم مع عوامل الامن والامان والصحة والسلامة المهنية اتفقنا عرفنا حساباته ازاي يبقى احنا الارتفاع بتاعنا مترين طرحنا منه العروض بتاعة الاربع اربع روس او الاربع سلمات او الاربع درجات زي ما تقول اول ده سبعة وسبعة وسبعة ممكن يكون سبعة واتنين اجمع السبعة واتنين زائد سبعة واتنين زائد سبعة واتنين هيدي لك برضو تمانية وعشرين وكام وتمانية ملي اطرحهم من المترين هيتبقى لك رقم اقسم الرقم على ايه على خمس مسافات خمس مسافات يبقى المسافة الاولى هي المسافة التانية هي المسافة التالت هي المسافة الرابعة المسافة الخامسة ايه؟ حيث ان يكون فيه شكل جمالي واعتباري ما تعملش واحدة اربعين واحدة تلاتين واحدة عشرين واحدة انت انت حتى انت لو انت جربت ان انت تطلع سلم نقالي حاول كده انت هتعرف حد يعني انت تبص على الراجل بتاع الفراشة او اللي بيطلع يصلح كهرباء او كلام من ده تلاقي بيطلع جاري وانزل جار ليه محدد عقله خلاص فهم او استوعب او من التكرار اتعلم ان بعد الدرجة عن الدرجة خلاص انتهت انت وانت نازل سلمكو اللي هو المعمول عندك في البيت اللي هو المصبوب عشان يطلعك بدور التاني فهمت ان في درجة منهم في درجة عالية فبتخلي بالك منها من غير ما انت تشوفها انت عرفتها حفظتها فهي نفس الحكاية برضو لازم تسهل على المستخدم للسلم النقالي ازاي انت هتستخدمه يبقى او المسافات المحورية اللي هيطلعها وهينزلها تبقى موحدة بحيث ان العقل الباطن هو اللي بيشتغل في الحالة دي وبي ما يحصلش بعد كده كوارث او حوادث لقدر الله او اصابات لقدر الله تمام يبقى احنا هنعلم اهو نشيل بقى ونحط دول ونقيس المسافات المحورية اللي احنا عملناها هيس على قايم واحد الاول وبعد كده هنقل العلام ان شاء الله انقل العلام على ايه تلاتين قايم بعد كده هجيب ايه هجيب الزاوية القايمة وهجيب ايه وهجيب المتر وهجيب ايه وهجيب الالم الرصاص اللي معي اهوت وهحدد بناءنا عليه يبقى بقيس اهو الارتفاع بتاعي بالزبط وهشوف العروض اللي هي معمولة عندي كام تمام اهو عرض الدرجة عرض الدرجة اهو تمام يبقى جمع عروض الدرجات دي كلها قد بعضها جنب بعض وقسم المسافة دي اطرح العروض دي من المسافة اللي هي الارتفاع اللي هو المترين بعد كده اقسم المسافات المحورية بتاعتي بناء على زهل تمام طيب نقيس كده ونحدد اقولنا دي ات مثلا اللي هي الدرجة اهي ولتكن هنا هنا انا هعمل نموذج دي خمس تمام طبعا اه لو جمعت خمسة زائد خمسة زائد خمسة من اللي ارتفاع يبقى انا عايز اربع خمسات بعشرين سنتر لو قللتهم هنا من الارتفاع اللي عندي على اعتبار ان ده نموذج هييتبقى عندي في حدود خمسة اه هما دول خمسة واربعين انا قص منهم خمسة وعشرين ده طبعا نموذج مش اللي الاكتكلم فيه لما تجيت نعمل النموذج هنعمله بمقياس مناسب برضي تمام يبقى خمسة وعشرين اقسم من خمسة وعشرين المسافات المحورية اللي انت هتاخدها تديلك المسافة المحورية المعتادة بين كل درجة ودرجة او من بداية السلم لنهاية السلم يبقى انا هنا هاخد اهوة خط نقطة وبعد كده هاخد عرض درجة يبقى ااخد الاول بالزاوية اهو وخلي دايما نصاب الزاوية واجناحها سابتين على حاجة سابتة اهو واخد خط اهو وبعد كده هاخد عرض درجة اهو انا باخد فين علامة على العرض تمام اهو طب ممكن اخد العلامة على الحرف ممكن لو انا هشتغل يدوي يبقى هشتغل على الحرف ووشح العلام على الوشين بعد كده هاخد مسافة كمان خمسة سنتي اهو خمسة سنتي انا باخد نقطة بعد كده باخدها خط يبقى دهية درجة ودهية ايه مسافة ايه بدأت تتعدل معايا هنا اهو باخد نقطة واخد خط بعد كده هاخد عرض الدرجة تاني وهكذا انا طبعا حسب الامكانات المتاحة انا ممكن انفذ التمرين من اخشاب كسر او خشب كسر صالح اللي هو خشب التخط اللي موجودة عندك في المدرسة اللي تسلم للمخازن مش تكسر التخطة اللي انت قاعد عليه وتعمل منها اللي تسلم المخازن وبنان عليه الرئيس القسم بصرفه بالكيلو بناخده بننظفهم المسامير والحاجات بتاعته بعد كده بنقوم عاملين ايه بسوين كم حتة كده نعمل منهم سلم او لو انت محتاج السلم مثلا انت عايز محتاج سلم في بيتك ممكن نقول له استاذ انا عايز سلم لنفذ سلم نافع بحيس ان انا اشتريه او الاستاذ لو السادة المدربين مدرسين المهارات او المعارف لو محتاجين سلالم هيشتروا السلم المم او اي حد من المدرسة في اي تخصص او في اي مكان او في ادارة المدرسة عايز السلم حابب يعني ياخده يبقى دهوت هيبقى هنا نقر وهيبقى هنا نقر خلي بالا تمام اهو ناخد كمان مسافة محورية وبعد كده ناخد بالزاوية انا علمت على ايه على قايم واحد بعد كده هنقل او هوشح العلام على باقي اهو يبقى انا بعلم اهو تواخد نقطة واحدة بس وبنان عليه اسبت القلم عن نقطة واجيب الزاوية هي اللي تروح للقلم بالراحة عشان ما يتقصفش اهو واخد الخط بتاعي كده بتهيق لبان العلام يبقى هيبقى هنا درجة هنا درجة هنا درجة اهي هنا درجة هنا درجة طيب بعد كده هنقل ايه العلام بتاعي ان شاء الله على اعمل اعمل مثلا سليمين تلاتة اجيب الاربع اوائم ست اوائم تمن اوائم زي ما انا عايز واوشح اوانقل العلام بتاعي بتاعي بالزاوية القيمة ازبط الاور مع بعض احسن اعرف اتجاه كده اهو ازبط الاتنين مع بعض الاول اهو ماشيين مع بعض زاوية القيمة اهو بعد كده مفيش مانع ان انا حد يساعدني من زميلي وانقل العلام بتاعي زي ما هو كده اهو هنقل من هنا الهين اهو كده اهو تمام اهو مجرد نقل بس بس مفيش حاجة تتحرك اهو بعد كده نقلت العلام يبقى انا هنقر فين هنقر على المكان ماشي يبقى انا عملت العلام على وش واح طب لو انا هنقر على اه على ايدي هجيب منقر يده وكلام من ده يبقى لازم اوشح العلام الناحية التانية عشان انقر لغاية نص السمك بقى في الحالة دي احنا كنا بنقر لغاية نص العرض فيه لما كنا بنقر في الحرف كنا بنقر لغاية نص العرض ونقلب ونقلب ونعمل ايه نستكمل النقر من المكان التاني او من ناحية التانية هقلب بقى هنا تجاه الزاوية عشان مش سنده على حاجة اهو وظبط تمام علمت او نقلت العلام اللي هنا زي اللي هنا بالظبط ولو عندي 20-50-60-100 قايم هنقلهم بنفس الطريقة او حسب مجناح الزاوية يجيب عدد من الاوايم بعد كده هقيس العرض ده هو واختار المنقر اللي انا هنقر به كام انا هنقر بمنقر كام اللي هنقر بمنقر 14 لو التمرين نافع او 16 سواء بنت 14 او بنت 16 مفيش مشكلة انما انا هنقر الوقت كام هنقر يدوي طب اليدوي ده هنقره ازاي هنقره بمنقر يده وهو طب المنقر اللي موجود معايا النهار ده هو او ده المنقر اهو موجود اهو خلي بالك من شكل المنقر غير الازمي او هه ده لسنا كل الحاجات ده في العيدة طبعا او ده منقر وده ازمي طب المنقر ده كام المنقر اللي معايا دلوقتي منقر تمانية يبقى انا التمانية ملي هشتغل بهم اهوت على النقر اللي انا هعلمها لسه بالشنكار هنا وهنا وهنا تمام يبقى هقيس العرض بتاع المنقر ده هوت او سمك المنقر اللي هينقر ليا تمانية ملي اخصمها من السمك من العرض اللي عندي ده هوت اقس العرض كده لو اقسنا العرض هنلاقيه مثلا تقريبا اهوت بالضبط بقى اقسه على الخط كده بالراحة يطلع عندي اربعة سنت وتمانية ملي تمانية واربعين ملي يبقى تمانية واربعين ناقس تمانية يتبقى الاربعين اقس من الاربعين على الاتنين فيها العشرين يبقى هقيس اتنين سنت من هنا واثنين سنت من هنا هيتبقى لي التمانية ميلي في النص اهو اهو انا اس كده اهو خليك معايا يارب يكون العلام واضح اهو عند النقطة صفرة اهو وهنا برضو هايس كده اهو اقرب الصفر دهو اتلغاية حرف او سوكة الاين بتاع السلم اهو واس اتنين ميلي هنا اهو واخد علامة بعد كده هجيب سن الشنكار اللي اتفقنا عليه واسبته هنا بيبقى سنه زي سن المصمر هنا وقرب القعدة بتاعته واربط المصمر بتاعه واشتغل عليه يبقى انا هعمل نقر فين وفين وفين نقر هنا ونقر هنا واحدة واحدة بقى اهو لان في مسافات ايه ونقر هنا تمام يبقى هنقر بقى انا اهو لو انا عملت كده خلي بالك اهو هفتح نعم بنشوف النجارين بقوا معاملين مثلا اهو هفتح اهو تمام واخد الانطلاق بتاعتي زي ما انا ماشي في واحدة اهو مكان النقر بتاعي اهو يا رب يكون واضح اهو تمام والناحية التانية هيت بحيث ان هو يديني مسافة النقر بتاعي انا وسعت شوية عشان تبان تمام اهو وسعت شوية عشان تبان اهو خلاص طبعا الشنكار هيدي لك العلام مظبوط ونفس الحكاية هعملها ايه النحية ايه التاني بناء انا عليه لو انا هنقر يدوي هوشح العلام هنقل بقى العلام كده اهو على الحرف هنا تمام وهنقل العلام على الحرف هنا طبعا لكل ايه التعشيء وبعد كده هلف العلام من ناحية التانية اهو عشان يبان ليه من الناحية التانية اهو وبنفس الانطلاق اللي انا خدته هنا لبعد الشنكار اهو هعملها هنا برضو تديني بعد الشنكار في كل المسافات يبقى انا هنقل كل المسافات برضو ايه بحيس ان انا هستكمل النقر هنا لغاية النص نص هعمل النقر من هنا لغاية نص التخانة بالزبط عند التخانة صفات على كام تلاتة ونص يبقى انا هنقر مسلا في حدود اه صنط ونص او صنط وسبعة من عشرة او اتنين صنط من ناحية دي واقل بستكمل بقية النقر من ناحية دي ليه عشان اديلك انت شغل بالمنقار لما بتجي تطعن يديلك طعن عدلة من هنا مايبقاش فيها اه تفتت وطعن عدلة برضو من هنا مايبقاش فيها تفتت يديلك شكل النقر حيقا حاجة تانية خلي بالك منها وانت بتنقر وانت بتنقر ما تنقرش على الخط اللي انت خدت بتاع عرض الدرجة ده على طول اما اللي عمل ايه قال نبعد عنها في حدود في حدود 3 مل من هنا او 3 مل من هنا تمام وانت بتشتغل ما تعملش النقر بتاعك على نهاية عرض الدرجة على طول او الرأس على طول لا ابعد عنها تلاتة ملة من هنا وتلاتة ملة من هنا ليه وانا بميل المنقار يمين وشمال بيقوم يوسع معايا شوية فممكن يوصل للتلاتة ملة دول يوصلوا لخط اللي انا عايزه الاساسي وممكن ما يوصلوش تمام بس هيديني اما اجا جمع اللسان مع النقر ما ينور شي ما يدينيش فراغات بقى تمام انما لو انا نقرت من هنا لهنا وانا بميل المنقار يعني نقرت من هنا لهنا وهنا بميل المنقار هيديني وسع كمان غير عرض الدرجة اللي انا عايز يبقى نقط مهمة عشان تتحقق معاها المهارة تخلي بالك منه تمام طيب انا سبت هنا ثلاثة ملة وهنا ثلاثة ملة برضو خلي بالك وانت بتعمل اللسان برضو تبقى ايه هتاكل من اللسان حتة بالازميل او بمنشر الشرط اللي هي قيمة الاثنين ملة او واحد ملة او لو هي وسعت معاك لغاية الخط اللي انت عايزه مفيش مشكلة انزل بالتجميع بتاعك مزبوط طيب انا عملت ايه علمت مكان النار واشتغلت بالمنقار خلاص وفرغت النص وفرغت لغاية النص فرغت لغاية النص خلي بالك وانا شغال ايه يدوي بعد كده هقلب واستكمل النار منين من ناحية التانية اكمل النار لمجرد ما دوق هتقوم واصلة معايا واقطع اواطعا ويطلع مع بعضها قطع خشب متماسكة كل ما اطلع قطع خشب متماسكة يبقى انا الشغلي مزبوط تمام طب انا عندي هنا حاجة اسمها افتقات ولا تودين ولا بلاجات ولا كلام دي لا ما عنديش خلاص في الاواي اجي بقى على الراس قولنا هوات احنا عملنا خلاص خلاصنا النقر هنا تقريبا تمام وحددنا هنا هو وشحنا العلام وكل حاجة تمام هحدد بقى التساع السلم بتاعي وهسبت مسامير زي ما اتفقنا هنا هسبت مسامير يبقى هنا عشرين زائد سبعة بسبعة وعشرين هنا اربعين زائد في تحت هوات لو بصنا كده تحت يبقى هنا عشرين زائد سبعة وهنا ايه هنا عشرين زائد سبعة يبقى سبعة وعشرين هنا اربعين زائد سبعة يبقى سبعة واربعين ازبط الاتنين معمولين على خط واحد اهو تمام محيس ان ما فيش واحد بارز عن واحد او ميز عن واحد بحيث انه ما يعوجليش السل او ما يفتليش السل تمام النقور كلها شكل قصاد بعضها خلي بالك مش بالرغم ان انت ميلت كده يبقى النقور بعدت عن بعضها لا كل نقر قصاد التان فهواني بعمل هعمل ايه هقوم حاطط مثلا هنا هوت على العلام بتاعي يبقى هنا مثلا لو انا وشحت العلام هنا عشان يبان معايا بقى في التجميع خلي بالك اهو كل الدرجة هيبقى متحدد معايا وعملت المسافات المحورية بتاعتها هوت بحيث ان يكون نفس زاوية الميل طالعة مع بعضها ونزلة مع بعضها هجيب بقى الحتة اللي انا كنت مجاهزة للدرج احطها على العلامات اللي انا ايه واخدها واعمل حسابي كده ان انا اعلم على ابوه اعلم هنا واعلم هنا تمام هيديني ميل اهو خلي بالك اهو انا هنا اهو على العلام ده وعلى العلام ده هيديني من هنا ايه نقطة ومن هنا ايه نقطة اهيه هنا نقطة ايه وهنا نقطة ايه تمام لو انا وصلت النقطتين ده همت ببعض دلوقتي دي والنقطة دي هيديني علام ايه علام مش عدل علام مش عدل هيديني علام مايل هيدينا علام ميل هيدينا عادي النقطة هي لان اتفقت عليها يدينا علام ميل وهنا برضا هيدينا العلام ميل لانه زبطت هنا هيدينا العلام ميل بحيث ان كل ما تطلع للسلم هيدي لك العلامات ايه يعني الخط التاني هيبقى هنا وهنا تمام؟ هينزل مع بعض بحيث ان هي تدي لك الاتجاه طيب الحاجة التانية انا ممكن استعمل زاوية كوستيلا في بناء او في علام الدرجة الاولى وبناء انا عليها حط بقية الدرجات واعلمها بنفس الانطلاقة وبنفس الاتجاه هتديني البعد بتاعي المصبوط تمام؟ نفزت عشانكم تمرين اهوة تمرين سلم عبارة عن ايمين واربع درجات وقلنا زي ما اتفقنا لو حبينا مثلا نفك السلم ده اهو اهو يبقى ده النقر اهو لو بصينا كده مع بعض شايفين الفراغ اهو التفريغ بتاعي النقر هو واضح قاعدة نقر اهو ونقر اهو ونقر اهو ونقر اهو نافز بعد كده شوف بقى اتجاه الميل بتاع الخدش بتاع السلم اهو شوف الميل اتجاه الخدش ميل ازاي اهو ميل للداخل ميل وانت طالع لفوق اهو لو جيت تبص على زاوية الميل دي هتلاقي نفس زاوية الميل اهي ماشي مع بعضها اهي زاوية الميل اهي ماشي مع بعضها نفس زاوية الميل عشان ما فيش حاجة تفتح منك السلم في النص او تبوز شكل السلم من فوق او من تحت يبقى لازم الميل يكون واحد طب انا عملت الدرج ازاي لو انا شلت مثلا درجة من الدرجات دي اهي انا ربطتها على فتيلة البنت وبدأت ايه بعد ما علمتها طبعا وكتبتها وحددت انا هاخدش فين بالزبط بعد كده بشرح الاول بسرق التمساح هتخيل ان ده سرق تمساح او لو هو نموذج صغير هاخدشه او هشرحه بايه بايه اساحة اهو تمام وهي مربوطة برضو بنفس اللي هعمل بس بحيث ان انا بقي سواد العلام على خد اللسان بعدك ما خلص دية ودية اللي في من الاتجاهين احطها على حمر البنك او خدام البنك وامسكها معاها كده وابدأ اخدش واحدة واحدة كده وخلي بالي من اول خط هنا بتاع خد اللسان واول خط هنا بتاع خد اللسان عشان ما غوطش يقوم الرأس ايه او اللسان بتاع الرأس او الدرجة يضعف خبطة ولا حاجة او طلع تسلم جمدة او واحد تقيل طلع السلم يقوم ايه اطمه او تقوم مكسورة بيه تعوره او تقوم مكسورة بيه تعوره تمام؟ يبقى احنا عملنا زاوية الميل اهو زاوية الميل اهي يبقى نفس الاتجاه بتاع زاوية الميل لو حبينا نشوف اهو تلاقي الميل بتاعي واحد الميل بتاعي واحد اهو ماشي مع بعضه مية واحدة هنا اهو نجمع وهنا هو نجمع دي عملية التجميع بس لو امكن لو انا شغل على مكان ولا حاجة بدل ما اروح واجي للورشة ومن ورشة المكان للورشة اليدوية لازم اعمل ايه اعمل اخلص كل شغل المكان واحد هقوم واخد الايمين والرسين واعمل لهم حلية اسمها حلية البسطوم في الحرف هنا في السوكة هنا وحلية البسطوم في السوكة هنا نفس الحكاية في الناحية التانية من السوكتين دول حلية بسطوم هنا وحلية بسطوم هنا بحيث ان هي تديني شكل جمالي للسلم نفس الحكاية في الايم التاني من الحرفين والدرج برضو نفس الحكاية من هنا ومن هنا من هنا ومن هنا من كل اتجاه هعمل فيها حلية اسمها حلية البسطوم اللي هي بتستخدم فيه دولف الشيش لما تجبره شوية ان شاء الله طبه في سنة تانية هتنفزه شبابيك اللي هو الشيش والسلك والازاز وهتعرفه يعني ايه حلية بسطوم ويعني ايه حلية الدمك ويعني ايه الدمك بسنة ويعني ايه حلية الشطف كل الحالية دي هتستخدمه تمام طيب انا لنفزت سلم وانا في سنة اولى انا عايز استخدم عايز استخدم التعشي اللي اتعلمتها في الترمي الاول في انتاج في انتاج مهمات نفع او في انتاج مؤتمرين او نمازج نفع استفيد بيها وفيد بيها الآخرين تمام يبقى السلم النقال المفرد له قانون اه له معايير اداء اه يبقى لازم تكون كل معيير لازم يكون كل معيار اداء انت متابعه صح عشان يتحطي لك ايه جدير وكل معايير الاداء لما تطلع صح تطلع جدير جدير في جدير في جدير يبقى انت طلعت في مخرج التعلم كله بالجدارة المطلوبة في المهمة اللي انت نفزتها في مخرج التعلم بنانا عليه بتاخد جدير وبتنجح في الوحدة المتاحة قدامك او وحدة العام ياريت تكونوا استفادتوا النهاردة من عمايل او طريقة تنفيذ او خطوات تنفيذ اه مهمة سلم نقال مفرد وانا سعيد جدا بوجود معاكم وان شاء الله نتقابل في حلقات اخرى وعملوا حسابكم جاهزوا ادواتكم عشان هنشتغل السلم النقال المجوز ان شاء الله الحلقة الجاية لو في العمر بقية سعد جدا ان انا موجود معاكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبركاته